السلام عليكم ورحمة الله ده كومنت جيلي على تفسير رؤية الحصان الأبيض اللي بينفر في أذن شخص في المنام وطبعا الرؤية دي ما كانتش مبشرة خالص دي كانت رؤية تحذيرية كانت رؤية تحذيرية للرؤي ان هو يحترس من الأشخاص اللي حواليه ومن شخص هيدره ويأذيه بالكلام ان هو بينفر الحصان بينفر في أذنه ده الكلام السيء هو النفر اللي في الأذن وبالفعل الرؤي بعد الرؤية زي ما انتو شايفين في الكومنت أصابوا الضرر وربنا يعوض عليه بإذن الله وربنا دايما مع المظلوم وان شاء الله ربنا يعوضك خير طبعا جيلي كم من الهجوم على رؤية الحصان الأبيض لما قلت دي رؤية تحذيرية وده شخص سيء طبعا ناس كتيرة جدا هجمتني ان التفسير خاطئ وان انا لا أفقه شيء في التفسير ان رؤية الحصان دايما بتكون خير وبتكون مبشرة بالخير طلعت يا جماعة عملت فيديو تفسيرات جميع رموز الحصان في المنام وان مش كل رؤية فيها رمز الحصان في المنام تبقى خير ممكن تبقى خير وممكن تبقى تحذيرية وفي رؤية خير منها مش هننكر بس في رؤية تحذيرية منها وطلعت وضحت رموز الحصان طبعا جميع الكومنتات السلبية وجميع الهجوم بان رؤية الحصان طبعا خير دايما اديكوا شايفين الكومنت ان بالفعل بعد رؤية الحصان الابيض اللي كان بينفر في اذنه هو ما شافش خير عشان انا ولله الحمد بتكلم عن علم كامل وبتكلم بما يردي الله من ساعة ما فصرت وقلت يا جماعة تفسير الاحلام دوت جاي من الفتوى وتفسير الاحلام ده من الكبائر الخطأ فيه من الكبائر ولازم البني ادم يكون على علم كامل وهو بيفصر مش اي حد يفصر وخلاص ومش اي حد خفز رمزين يكلع يفصر ده خطأ هيتحاسب بي وشرحت ده كله في الفيديو السابق بتاع تفسيرات الحصان لما شرحت جميع رموز الحصان اي منها الخير واي منها الشر عشان الناس تفهم اتمنى من حضراتكم ياريت قبل ما تهاجموا حد او تنتقدوا حد ما تنتقدوش حد بجهالة لازم تكونوا فاهمين كويس جدا يا اما مش فاهمين ولا على علم كامل ما تنتقدوش اي شخص بجهالة من فضلكم ومش اي حاجة تسمعوها من اي مفسر تصدقوها في مفسرين كتير محترمين محترمي لكل المفسرين مفي مفسرين مش على علم فطبعا انتو بتصدقوا اي حاجة وخلاص وتتحدثوا بيها وده خطأ واكتر المفسرين اللي بيتحدثوا بدون علم عندهم اكتر المتابعين وزي ما النبي عليها افضل الصلاة والسلام قال هيأتي زمن على امتي هيصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ربنا يرحمنا برحمته بس ولله الحمد ربنا دايما بيكشف الحقيقة حقيقة الصادق من الكذاب فبعد اذنكم لا تتحدثوا بجهالة ولله الحمد الكومنتي اتحدث عن التفسير وكتير من الكومنتات الايجابية وكتير من الكومنتات اللي بتأكد صحة تفسيري وصحة علمي الحمد لله رب العالمين اتحدث دايما بمصدقية والحمد لله على نعمة العلم انا حبيت بس اقلع اوضح اقلع اوضح من كتر كم الهجوم اللي حصل على الفيديو بتاع تفسير الحصان الابيض وان شاء الله تكون الرسالة وصلت لكم باذن الله تعالى وتتنبهوا للحقيقة ويا ريت لا تنسوا الاشتراكة في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك ليصلكم مني كل جديد ان شاء الله وطبعا انا ما بفسرش غير على اليوتيوب بطلت تفسير على جميع المنصات اني ما فيهاش تقدير ولله الحمدى على قدر عالي من العلم عشان كده بطلت تفسير على جميع المنصات اني بقدر علمي واطلب منكم الدعم والتقدير للاستمرار ان شاء الله بإذن الله واستنوا مني كل جديد بإذن الله ولا تنسوا الصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ضمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله اشتركوا في القناة